ازايوك يا حبيب قلبي يا رب دايما بخير وبصحة وسلام وسعادة هنعمل النهاردة خزين رمضان من الخضروات الحضار ده كلتو انتو شايفينه ده انا عمله بـ 80 جنيه بس جبتو بـ 80 جنيه ومخدش مني غير ساعتين بس توطيب وكل حاجة هتبقى جاهزة معايا لشهر 30 يوم اي خضار محتاجايا خزينيه بنفس الطريقة دي انا عملتلكو فيديو سريح كده وان شاء الله هعمللكو فيديو كمان عن اللحوم وعن حاجات كمان الصحور وان شاء الله يعجبكم انا جبت الكمية البسيطة دي ان انا بس اوريكو لكن انا اصلا اريده بحزينة من الحاجات دي ونفس الطريقة اقسم بالله يعني ما اختلفتش خالص اول حاجة انا هجيب حزمة او ربطة من كل حاجة بقدونس وكزبرة وخضرة وشبت الحاجات اللي بحتاجها للمحشي وبحتاجها للزهر اللي هو الكروم اه والارنبيت اللي هو الارنبيت اللي هو الزهر هفكها بقى كده ونقي اي حاجة فيها حدان صفرة حاجات مش لطيفة اي حاجة فيها مش حلوة هنقيها وحركها كده بعد كده حطها في بلاستيكا او في بولا تكون واسعة شوية وانزل عليها بمية لازم المية تغطيها عشان اي شوية بتنزل في المية وعصرة لمونة بسيطة عصرة اللمونة دي اختياري يمكن تستغني عنها خالص شايفين لما سبتها نصف ساعة في المية المية بقت عاملة ازاي؟ لونها بقى غامق وكلها شوائم مش بس تكتفي كده انك تغسليها على الحنفية وخلاص لأ لازم تنقاها أقل حاجة نصف ساعة خلاص اخدتها من المية دي وشلتها وكمان نازلتها في مية نظيفة شطفة بسيطة بس مش اكتر بعد كده هاخدها هفرتها على صنية واسبها تنشف من المية تماما الطريقة دي هتخليها تفضل معاكي من السنة للسنة خضرة وفريش وطعمها رهيب بعد ما نشفت مني من المية مفيش اي مية فيها اخدتها بقى قطعها تقطيع صغير كده وقلبها كلها في بعضها بحيث تمتازك كلها في بعضها البقدونس مع الخضرة مع الكزبرة مع الشبت وعبيها بقى ممكن عبيها في كياس تفريز ولكن انا الاطباق دي بتريح من كتير الطبق على قد الوجبة اللي بطلعها بها وخلاص بتخدش مني مساحة كمان في الفريزر بتلف فيها بقى بستريتش او بلاستي كراب بتشيليها في الفريزر بتقعد معاكي من السنة للسنة زي ما قلتلك هتعمل معاكي كمية رهيبة وهتبقى سهلة اي طبقة هتخرجيه وخلص الموضوع على كده شايفين مش هياخد منك الطبق ده التلات اطبق ده مش هياخده منك 10 دقايق خلصنا منه وخش على المرحلة التانية الزهر الزهرة دي للاسف مش بتاعت اليوم يعني كانت بايتها عندي بقالها يومين لما بقى عملت الفيديو معرفش ايه ونتعارفين الكسل بتاعنا المهم انا جدتها شلت الراس او بنا بتشيلي الراس بتنزل زي ما انت شايفة كده قطع قطع لوحدها انت بقى بتقطعيها على حسب الحجم اللي انت عايزها وبتشيلي منها اي عيدان صفر او اي ورق مش لطيف هي علشان بايتها عندي او بقالها يومين 3 هتلاقي فيها حتت كده ايه مش لطيفة يعني صمرة شوية فيها حاجات المهم هاخدها قطعها الكمية او التقطيع اللي انا عايزها الحجم اللي ريحني ويناسبني مش هتاخد منك برضو دقيقة تقطيع ولو حت تكبيره لحاجة اسميها بالنصف سيما انت شايفة كده في المرحلة دي انا حط حوالي لترين من المية على النار هضيف عليهم نصف معلقة من السكر ودي اساسي وربع معلقة من الكمون برضو اساسي وممكن في المرحلة دي تضيفي ربع كباية من الحليب هيخلي لونها فرش وابيض وحيحافظ لك عليها سنين مش سنة سنين اول ما هتحطيها تحض صدمة يعني ايه تحض صدمة يعني حوالي 30 ثانية مش اكتر ده خزين الحاجة اللي بتخزينها يا جماع لا بنخليها في المية كتير ما يتسلق كتير ولا بنسلقها تلات تربع سوى حتى حاجات بسيطة جدا لاني تضح الفريزر بتستوي اكتر التلج بيسويها اكتر وقبل كده عملت معاكم فيديو اتنين وقلت لكم الكلام ده خلص انا حطيتها في المية وقعدت معايا في المية حوالي 30 ثانية شلتها حطيتها في مية بتلج وصفتها كويس جدا لان طبعا لما انتي بتحطيها في المية وبتطلعيها من غير ما تحطيها في مية بتلج بتفضل تستوي معاكي برا بتفضل بدرجة الحرارة عادي لما لما بتحطيها في مية بتلج بتلج نزلي الحرارة بتاعتها ولا اكن في اي حاجة بعد كده بتحطيها في الاطباق نفس الاطباق دي بتريحني جدا خلص على قد اكلك تحطي بقى الكمية اللي انتي عايزها وممكن على فكرة لو هتقولي مش عايزة حمر في رمضان ممكن تستخدميها للمقلوبة ممكن تستخدميها زي القرصة كده تعمليها هعملها معاك ووريها لكم كده خلصنا ومخدتش منك اي حاجة في نفس ذات المية انا عملت قبل كده معاكو الكرومب عرفتكو تنقل الكرومب ازاي وتجبوه ازاي وتزبطوه ازاي وتسلقوه وتقطعيه زي كل حاجة عرفتها لكم مع ذلك هقولك برضو كده وهسيب لك لو انتي عايزة الفيديو مختصر هسيب لك الفيديو في نهاية الشاشة او ممكن يصهر معاك دلوقتي انتي بتنقيها اللي زي الطابلة كده الخفيفة اللي بتطبيلي عليها من عند الورق ما بتاخدش منك يعني صوت مكتوم كده لأ صوت رنان زي صوت الطابلة بتقطعي بقى الرأس بتاعتها بالسكينة يمين شمال وتلف في لفها يمين شمال كده بتخرج معاك القلب خالص بتنقيها ما بتكونش فيها ورق اصفر او ورق اخضر كتير وفي نفس المية اللي هي طبعا مية سلق القرنبيت او الزهر بتحطيها مقلوبة بتحطيها مكان الرأس وبتسيبيها برضو تلاتين سانية وبتقلبيها كمان تلاتين سانية كلها على بعضها وبتخرج معاك زي ما انت شايفة كده اي نعم لسه بتشد ومحتاجة سلق عادي كل ده طبيعي هتخرجيها وتسيبها تهدى تماما وتقطعيها انا هوريك بصو لسه محتاجة سلق ازاي لسه بتشد ولكن ده احلى حاجة للخزين عشان لما بتخرجها تبقى مسكة حيلها كده معاك وما تتهريش مني هتقطعيها بقى الكمية والحجم اللي نسبك انا الحجم ده بالنسبة لي كويس اللي هي طلت صوابع كده وتقطعي الكرومبا دي لوحدها بخمس اشر جنيه عملت معاك كمية ورق رهيب يعني حوالي ست اطباق شايفين هتسيبها بقى تتصفى من المياه تماما في مصفة او حاجة وبعد كده هرستها في الاطباق اللي انت شايفينها دي وبكده انا بقى خلصت تلت حاجات ماخدش مني تلت حاجات ماخدوش مني نص ساعة ومش هياخده منك مكان في الفريزر يعني مش هياخده منك مساحة وهتخرج الطبق تحشيه وخلاص ممكن كمان اكياس تفريز عادي يعني مش لازم يكون الاطباق دي بس انا بقولك على الحاجة اللي بتريحني انت شوفي الحاجة اللي بتريحك ايه ومشي فيه شايفين الكمية قد ايه نخش بقى على اللي بعده وكمان حجم الورقة فيه انا مقطع صغانطوت كده لحشو الفراخ والحاجات البط الحاجات اللي هتحشيها في قلبها كرومب ومقطع كبير للحشوة اللي هبقى اعملها معاكم في رمضان ان شاء الله الطماطم دي اهم ما في الفيديو انت بتروحي للفجهاني او اللي بتاع الحضار او الناس اللي بتبقى عندها طماطم انا عاوزة طماطم للطبيق طماطم بتكون مستوية حمرة فيها فلقة بسيطة كده بتبقى دي من كتر ما هي حمرة قوي وطيبة قوي مستوية قوي بتبقى مفلقة يعني مفتوحة كده من اللي جناب هتجي بيها تخسليها كويس جدا وتقطعيها تقطيع صغانا وتضربيها في الخلاط مع ربع كباية مية ما تقطرش عليها مية تماما بس يا ستي شايفين السهولة لا بتسويها ولا بتضيفي عليها خل ولا بتضيفي عليها اي حاجة بس اضربيها في الخلاط وصفيها انا مش محتاجة منك اكتر من كده هتعمل معاكي كمية رهيبة وكل ما تحتاجي آآ طماطم هتخرجي من الفريزر كيس التفريز وانتهت القصة عليك لا تربي بقى طماطم في رمضان والنور بي قطع كل شوية ولا الليلة دي هام حاجة صفيها لان بيبقى فيها البزر وبقى فيها القشر اللي بره ده بيبقى مش لطيف هتعمل معاكي كمية حلوة انا الطماطم دي حوالي اثنين كيلو نص جبان بعشرين جنيه لان الطماطم المستويه قوي ما بتبقاش سعرها زي السعر الطماطم الجامدة التوم حمستاشر جنيه يعني الليلة دي كلها لمالك بتمانين جنيه التوم ده انا جبته اشرته كويس جدا وقلت بقى ايه اتسلى فيه حطته في الكبه برضو بدون اي اضافات لملح لمون ولا اي حاجة ده طريق التخزين بتاعتي واقسم بالله بتقعد معاه من سنة لسنة وفي الكبه وهضربها وهعبيها بقى انتي ممكن تعبيها في كياس وتقسم الكيس اه يعني ايه الاسف انا ما كانتش عندي كياس تفريس كنت هوريكو ازاي بتقسم الكيس بيديك كده او بسكينة هتحطيه في الفريزر بعد كده بتقطعيها تقطيع صغير عشان تقدري تسهل عليك انك تغضي حطة صغنانة ميتوم وتحطيها في الاكلة بتاعتك ولكن انا برضو لما بفتح باخد حطة صغنانة كده بسكينة وبرضو يعني بتمشي معي كل الحاجات دي هتوفر معايا وقت ومجهود واي حاجة عايزاها خرقها من الفريزر رمضان هيبقى بالنسبة لي مرتاح هخزن لست معاكو بسلة وبطاطس وحاجات كتير قوي ده ورق خاص يا جماعة انا سلقته برضو في نفس المية بتاعت الارنبيت وبتاعت الكروم ده بديل لورق العنب بحش بالبط بيبقى رهيب انا هجربه برضو معاكو ما تقلقوش انا معاكو على طول يش هتسأقوا مني اكيد وشايفين الكمية عاملة ازاي والله العظيم الكمية دي كلها بتمانين جنيه بس لست هخزن معاكو بطاطس وبسلة وحاجات كتير قوي لو حاجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرش ان يوصلكو كل جديد واسمع ده وحلوة منكو في الكومنتات وربنا يحسن ما بين ايديكم ولو محتاجين تفريز اي حاجة اكتبولي في الكومنت وانا هرد تعليكو او هعمل لكو بفيديو وهسيب لكو كمان لينكات الحاجات اللي انا عاملة فيها تغزين في صندوق الوصف اشوفكم على خير